موسيقى 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 مرحبا بكم في ماشين يوتيوب مع غيزلان اليوم سنتحدث لكم أساسية الماكياج للمبتدئات الكثير من البنات يريدون أن يشربوا الماكياج ويضيعوا فلسهم لا تستهلوا فلسك اليوم درت هذا الفيديو باش ننصحكم من خلال تجربتي في عالم الميك اوب اول حاجة البنات قبل من دوزل مرحلة الماكياج خاص ولا بد الاعتناء بالبشرة دينا باش نحصل على نتيجة زوينة وماكياج راقي واملس خاصنا ننضف وجهنا ومزيان مزيان كل نهار ونعمل تقشير للبشرة مرة في الأسبوع بعد ذلك الترطيب ونعاود نقول لكم الترطيب براه مهم بزاف بلا من طول عليكم كثير ندوزوا دابل مرحلة الميك اوب الخاص للمبتدئات خاص ولا بد تكون عندنا انتخوص نحط فيها ماكياجنا باش ميتودرش لنا ونضيعوا وقتنا ونقلبوا عليه اي مبتدئة ضروري سوف تحتاج فون دوتا او بيبي كرام وواقي ديت الشمس بطبيعة الحال كننصحكم بهاد البيبي كرام هذا هذا يا البنات هذا ميني ستاغ النمرة ديالي زيغو كاتر خاطير هاد البيبي كرام هذا هو واقي شمسي وبيبي كرام في نفس الوقت بخلاصة الحالزون احنا كان عارفوا منافع الحالزون للبشرة فهو يؤخر على ما تقدم السن ومنافع دياله كتير خاصة فيديو بوحدة باش نظر لكم على منافع الحالزون من بعد غادي ندليكم فيديو على واحد الماسك كنستعملو هو ديال الحالزون الوضعه شريته من قلعة مكونا خاطير ها هو بدا حطو البيبي كرام هادا كي يعتبر ببيبي كرام حيث هو اصلا فندوته ولكن حيث خفيف بزات وانا كنصح مبتدي امات ديرش فندوته دير ببيبي كرام حسن غادي ندوزو دابالا بودغ ها هي انا عندي جوردانا النمراء 03 غزالة كتعجبني هي كتعطي واحد لفة مات للبشرة باش ما كتبقاش دوهنية بزاف وما كان وما كان وكانت بتوبها بنفس الوقت الفوندوته ولا البيبي كرام كي بقانيت الفوندوته ما كيدوبش لنا إلا خرجناها كف الصيف ولا كانت الحرارة كنستعمل معها هاد البانسو هادا انا كنستعملها به هاد البانسو كنستعمل بيه كل شي ماشي بالضرورة كل حاجة كنشري معها ببانسو حيتي لانتي مبتدي اه في الماكياج بلا ما تضيعي فلوسك في كثرة الماتيريال حاجة واحدة ديري بيها كل شي وخلاص انا كنستعمل هادا ديال بيوتي اديكت هادا كنت شريته من بيم شحال هادي صراحة عجبني وما عجبنيش هو وزوين وما كدرش خطوطه تحت العينين ولكن ما بنش ليه لانتي ساق هاداك اللي انا كنقلب عليه ما انا كل مرة كنبدل انتي ساق ما عنديش واحد فكس نحطو هادا دابا دابا غادي ندوزو الحجبان انا عندي هادلو كيت ديال بيوتي اديكت كنت شري تحت هي من بيم سنحلى لكم هايا غزالة صراحة زعمة كترة الحجبان من دك الشرفة بروفيسيونال فيها هاد نتاف و هاد القلام و هاد البنسو واحد كان ابليكيو بيه و الاخر كان مشطو بيه حاجبنا فيه اللون الغامق هو اللي كان نديروه في الاخرة الحاجب اللون الفاتح و الفلوديبي ديال الحاجب و فيه الشمع باش كنتبتو به المكيو تمسحش لينا و خاك نكبع لنا الماء و هاداك الهايلايتر و هاداك الهايلاينر و هاداك الهايلاينر و الماسكارة و ساراك الظائة و لا يستطيع ايلاتر و لا يستطيع ايلاitations انت نالك و Yeah ونست Set أقوى النيا symptom مكياج بلا فاغاجو ضروري. انا عندي هاد الفاغاجو هادا من المارك جيوغدانا. نو ماشي جيوغدانا استسمح هادي ديال اوريفلان ديال جيوغداني جولد غزال زوين بالسف. ودابا غادي ندوزو لابوما ليفغ. انا عندي هاد لا مارك ديال لانو ادي كنتش يتمل بغا فارماسي زوينة. قطر الطبن زيان. حتما ننصحكمش تديرو غوجة ليفغو لكان هاكا فومكم كيتقشر ما غاديش يجي ما غاديش يجي المنظر ديالو زوين. ندوزو الغوجة ليفغ او الغلوز. انا عندي هاد الغوجة ليفغ دل هودا بيوتي. مات. كيبقى النهار كامل. اللون ديالو نيود. ثم. الغزال زوين. ما كننصحكمش على البنات تمشي والالوان الجاريئة. حيث في حال دلون مثلا هاد اللون هادا اللي وريتكم ده با هو زوين وديال البنات خصوصا لك انت مبتدئة. بلعمس مشي لذلك الالوان اللي مشاعش عين كيتشافو من بلاصة بعيدة. ما ننصحكمش. شنو بقى لنا هنا؟ قتلينا في الاخير مرايا. طبيعة الحال. ما كيخططت شي ان ان تخص دو ماكياج ما كتخطط من المرايا ولا بد. اه الا اللحظة ما دويتش ليكم على شي بالباليت ديال الاي شادو اه او او مثلا الهايلايتر او البرونزر او الكونتور. حيث بكل بساطة ممكنش تكوني مبتدئة وتحطي وتحطي هادشي. خسكي بعد اتجاوزي هاد المرحلة اللي ذكرتليكم بنجاح مزيان وتعلمي بعد اتدري الماكياج. وصير الماكياج الرخيص والاول تعلمي فيه. ضيعي فيه فلوسك. عاد سيري الماكياج الغالي. وخاو مرا في حال في حال. بجوجهم فيهم مواد كيميائية مضيرة للبشرة. غير هي غير هي الى تانيتي بالبشرة بالماسكات وبالترطيب وكنتي كتنقيها مع مر البشرة ديالك مكتشغل في ضغيها. وما كي اضطرش على الماكياج. دابا البنات اه ساليت معاكم هاد الفيديو ديال اليوم. نتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تتجعوني بلا جيم. وتضغطوا على الزر الاحمر ابوني. وتحطوا ليه كومنتر زوين. يالله. السلام عليكم.